مواجهة من العيار الثقيل في أحد أبرز كلاسيكيات الكرة المصرية تجمع الزمالك والإسماعيلي مساء غدن الجمعة بملعب الإسماعيلية بمنافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدور الممتاز للموسم الجاري الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للزمالك لا يعرف إلا الانتصار على الدراويش خلال مشواره داخل القلعة البيضاء فمن بين ثلاث مواجهات جمعت الطرفين نجحت ديكا الفرنسي في قيادة الفارس الأبيض للانتصار المواجهة الأولى كانت في لقاء جولة السابعة عشر من عمر الدوري موسم 2019-2020 ونجح الزمالك بقيادة كارترون في انتزاع الفوز بهدفين مقابل هدف من قلب الإسماعيلية وفي ثمن نهاي كأس مصر بالموسم المنصرم قاد الفرنسي فريق الكرة بالزمالك للفوز مجددا في الإسماعيلية بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي وتأهل به الفريق لربع نهاء المسابقة التي لم تكتم المنافساتها وعادت انتصارات الزمالك من جديد في الإسماعيلية بقيادة الفرنسي المخضرا بلقاء الدور الثاني للدوري في الموسم الماضي والتفوق بهدفين دون رد وبعيدا عن رحلة كارترون في الزمالك واجه الفرنسي فريق الإسماعيلي في ثلاث مناسبات أخرى خلال مشوره مع وادي ديجلا والأهلي وفاز في واحدة وخسر أخرى وتعادل في مرة وحيدة اشتركوا في القناة